الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها نعمة والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين تتعلق النفس أعزاء الكرماء دوما بمعالي الأمور وتنتظر دوما إلى نهاياتها وإن كنا قد وقفنا على ما يتعلق بالجوانب النظرية في مفهوم بيان الإيمان بالقضاء والقدر فإنه يطيب لنا أن نختم الحديث عن هذا الركن الرقيم من أركان الإيمان ببيان ثماراته ومتعلقاته إن حياة الناس جميعا إنما هي تتحرك كما يحرك الماء العودة تتحرك وفق هذا الإطار إن بيان الثمارات إنما هي حركة للناس في حياتهم ثمارات الإيمان بالقضاء والقدر تكمن في كل شيء وتتعلق بكل شيء في أمور الحياة أول هذه الأشياء استكمال أركان الإيمان بالله فالإيمان بالقضاء والقدر إنما هو إتمام للإيمان بالله الواحد الديان كما قلنا لا يتحقق الإيمان إلا بالقضاء والقدر أيضا من ثمارات الإيمان بالقدر أن العبد يحرص ويجتهد على العمل الصالح وعلى فعل كل ما ينفعه في دنياه وفي أخراه أيضا من ثمارات الإيمان بالقضاء والقدر أن المؤمن بالقدر يعلم أن ما به من نعمة إنما هي من الله الواحد القهار وأن ما واقع به من مكروه إنما هو من فعل ذاته فالله لا يريد لعباده شرا أبدا يبعثه الله تبارك وتعالى يبعثه ذلك على شكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم عليه وتكرم وعلى ما دفع عنه من الشر والنقم الله هو الذي يجلب لك النعم وهو الذي يدفع عنك النقم فعليك أن تشكره بهذا الإيمان أيضا من ثمارات الإيمان بالقضاء والقدر أن المؤمن بالقدر إذا أصابته ضراء فإنه يصبر وإن أصابته سراء فإنه يشكر إن أصابته ضراء صبر واستسلم لله الواحد القهار ولا تلحقه الحسرة والندامة على فعل لم يكن له إمكان بالتدخل فيه لأنه موقن أن ما أصابه لم يكن ليغطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ما من تقدير لله تبارك وتعالى على عباده إلا وفيه الخير لهم إلا وفيه النفع لهم إلا ومن ورائه حكم عظيمة تخفى على الكثيرين من عباد الله وإنما تظهر لقلة من البشر فعلى العباد الصالحين أن يترسموا هذا الطريق أيضا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أن الإيمان بالقدر وأن كل شيء إنما هو بمراد الله وبإرادته يذهب إعجاب المرء بنفسه فإذا ما حصل للمرء شيء من النعم فلا عليه إلا أن يقر برب القضاء والقدر عند حصول المراد وعند شهود نعمة الله عز وجل على عباده على العبد أن يقر وأن يعترف بضعفه وعجزه وأن ذلك إنما هو صادر بعطاء الله وقدرته أيضا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر تحقيق التوكل على الله سبحانه وصدق الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة ولا يعتمد العبد على الأسباب نفسها وإنما يعتمد على مسبب الأسباب بعد القيام بالأخذ بالأسباب فالأخذ بالأسباب لا يناقض التوكل على الله عز وجل أيضا من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أن الإيمان يطرد القلق والتضجر عند فوات المراد الذي تهوى إليه النفس أو حصول المكروه الذي لا تتوقعه النفس لأن ذلك إنما هو بقضاء الله سبحانه وهو خالق ما في السماوات والأرض فيجعله من الصابرين المحتسبين عند الله عز وجل كذلك من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أن الإيمان به أي بالقدر يورث للعبد راحة النفس وطمأنينة القلب لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله وأن المكروه كائن لا محالة ارتحت نفسه واطمأنت نفسه واطمأنت سريرته وهدأ قلبه لا أحد أطيب عيشا ولا أريح نفسا وأقوى طمأنينة ممن آمن بالقضاء والقدر إذن بهذا المحرك الذاتي للإنسان داخلية يعمر كون الله عز وجل وتتحقق الخلافة كما أراد ربنا ولا تتحقق الخلافة إلا بالإيمان بالقضاء والقدر كركن من أركان الإيمان